وضيفة الملف وزيرة الانتقال الطاقي وتنمية المستدامة ليلى بن علي تنضم إلينا من مكتبها من الرباط سيدة الوزيرة بداية رمضان مبارك سعيد إذن عرض المغرب حول الهيدروجين الأخضر وبرؤية ملكية يمكن أن تنقل المغرب وبثقل المعطيات التي تتبعناها اللحظة في عرض المغرب أن يكون فاعلا تنافسيا قويا في مجال الهيدروجين الأخضر السؤال الذي يطرح هو سؤال تنزيل ما تضمنه العرض الخاص بالمغرب حول الهيدروجين الأخضر شكرا على استضافة ورمضان مبارك سعيد أولا بغيت نذكر بأن هذا العرض الهيدروجين الأخضر جاء بعد جلسة عمل 22 نومبر 2022 وطبعا بعد تقديم أسبوعين بعد ذلك البرنامج الاستثماري الضخم دي المجمع الشريف للفوسفات في الاستثمار في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونياك الأخضر فهذا يأتي أولا تتويجا ل 15 سنة من التجربة المغربية في تطوير الطاقات المتجددة وأكثر من 32 سنة من استقطاب القطاع الخاص في ميادين الطاقة فطبعا تنزيل العرض يمكن أن تشغلنا على توزيع بدقة كل الآليات المصاحبة هذا العرض وتوزيع أيضا المخاطر لأنها كانت مخاطر تكنولوجية مخاطر أيضا سياسية مخاطر اقتصادية فملاءمة الوعاء العقاري مع المؤهلات والبنيات التحتية المخططة في المغرب في هذا الميدان هو مسألة جيدة مهمة ولكن أيضا وضع الإطار التنظيمي والمؤسساتي المحفز واللي قد يمكن لمواكبة هذا الاقتصاد الجديد وأيضا تحديد طبعا القطاعات كان طبعا القطاع الصناعة في مجال الأمونية والأخضار ولكن أيضا قطاع الكهرباء وقطاع النقل اللي قد يعرفوا أولا حتى هم تحول جيد مهم في هذا الميدان هل سيدة الوزيرة بالعودة إلى عرض المغرب حول الهيدروجين الأخضار هذا العرض الذي يتألف من ستة أجزاء تضمن في شق مهم عدد أو المساحة التي أو العقارات العمومية المهمة التي ستخصص أساسا للهيدروجين الأخضار كانت كلمة على مليون هكتار 300 ألف هكتار في المرحلة الأولى هل يمكن أن نتحدث اليوم عن انتقال طاقي قوي للمغرب في هذا المجال دعم هو العرض الهيدروجين الأخضار بالمرونة اللي فيه لأنه تكلمتي عن الوعاء العقاري والإطار التنظيمي اللي درنا لتحفيز لإعطاء هذا الوعاء العقاري سيمكننا باش أن يكون لدينا واحد المرونة تجاه أولا تطور تكنولوجيا كيفما قلت تطور الاقتصاد هذا الاقتصاد الأخضر وأيضا تطورات الجيوسياسية اللي كانت في القطاع وأيضا الحفاظ طبعا على مصالح المباكة المغربية في هذا القطاع اللي هو جيد تنافسي فاليفما كيفما كتعرفو كانت أكثر من 320 مليار جدورال اللي هي معلنة في الاستثمارات في هذا القطاع ولكن جزء منها هي اللي يجب أن نحافظه على المصالح للمملكة المغربية فطبعا هذا الشيء يعطي واحد دفعة من الاستثمارات في الاستثمارات التاقية أيضا لأن هذا هو الهدف الأول من هذا العضر ديال هيدروجي الأخضر وأيضا دفعة في التخطيط المحكم ديال بنيات التحتية لمواكبة الاستثمارات في الطاقات المتجددة كيفما كتعرفو الطاقات المتجددة خاصا ضعفوا الاستثمارات ثلاث مرات وخاصا ضعفوا الاستثمارات في الشبكة خمسة مرات ابتداءً من 2023 الدفعة الثانية اللي غا تعطاه هي في الإصلاح الهيكالي والإصلاح التنظيمي والمؤسساتي ديال المؤسسات الحكومية لكتواكب هذا القطاع ديال الطاقة الطاقة المتجددة وأيضا الهيدروجي الأخضر والدفعة الثانية اللي غا تعطي طبعا هي التنمية المحلية والانتقال نحو اقتصاد مستدام سيدة الوزيرة سؤال أخير طبعا الاستراتيجية المخفضة الكربون ديال المغرب سيدة الوزيرة سؤال أخير وبعجال أمريك نتكلم على عقارات عمومية مهمة مرحلة الأولى كما قلت فيها 300 ألف هكتار ستخصص الهيدروجي الأخضر فين كان هذا الوعاء العقاري تحديدا؟ الوعاء العقاري بعجالة كان في المناطق اللي عندها مؤهلات أولا مؤهلات فيما يخص الطاقة الشمسية والتقاريحية ولكن أيضا القرب من البنية التحتية للحالية والتي ستخطط في المستقبل فيما فيه التطاع الموانئ والأنابيب الغاز والأنابيب وأيضا مجموعة من المؤهلات في هذه القطعة وهي طبعا الوعاء العقاري اللي عملنا فيه مع وزارة الداخلية ومجموعة من المؤسسات الحكومية اللي كتشتغل في البنية التحتية كانت طبعا في المناطق الجنوبية في مناطق الشرق ومناطق الشرق الجنوبي لذلك وكان بعض المناطق أيضا في الشمال فهذا الوعاء العقاري اللي اشتغلنا عليه هو وعاء اللي هو موجود اليوم وغدي يمكن استثمارات بطريقة سريعة ولكن أيضا مرينة فغدي يمكنه هاد المواكبة دير هاد الورش بطريقة مرينة ولكن جدية شكرا لك